الحقيقة يا أمل بنحس ان هم بيعرفوا يتواصلوا قوي مع أصحابهم وشطار قوي في التواصل مع أصحابهم وبالزاد الوقت كل الوسائل اللي بيسموها التواصل الاجتماعي دي هم يعني بيقضوا فيها ساعات طويلة جدا ومهارة شديدة جدا لكن بنحس ان احنا بنجاهد عشان يتواصلوا معنا يعني جهات جامد قوي علشان يتواصلوا معنا ليه أصحابهم سهل يتواصلوا معهم؟ لأن احنا كأهل مش التواصل معنا مش حاجة لزيزة عاببتي بتكلمي صاحبتك ثلاث ساعات طب تعالي تكلمي معي حتى عشر دقايق مفيش يعني اه اه طيب يعني هقول مثل كده لو انتي بتشتغلي في شغل وعندك اتنين مديرين المدير الاولاني قوم ما بيشوفك بيديك تعليمات وشغلك لازم يبقى أفضل وانا عايزك تبقي أحسن موظفة وينتقد اللي عملاه ويعدل على اللي انت عملاه وهو هدفه من قلبه انه الشغل يبقى كويس وانا انت تبقي موظفة رائعة بس طول الوقت لو غلطتي يعني هيسلوخك تمام وهديك وعندك مدير تاني كل ما بيقابلك هزار وضحك وفرفشة ولو قلت أي كلام ولا غلطتي عادي بفوتلك وهنصلحها مع بعض وفيش مشكلة في الآخر هتختاري مين فيهم هتختاري تتعاملي مع انه مدير أسهل ويوم ما تبقي عندك حاجة ولقباتها ومش عارفة تعمليها هتحكي مع مين أكتر طبعا مع المدير السهل مع المدير السهل بس الأهل بيفكروا أن أنا خايف على ابني لكن صاحبه مش خايف عليه أنا باتش بتكلم عن أنه صاحبه ليه بيتكلم مع صاحبه لأنه إحنا بنتقمز شخصية المدير الشريط وإحنا محتاجين إحنا نبقى المدير اللطيف إحنا كل أحداثنا مع أولادنا معظمها توجيهات وانتقادات قد إيه بنقضي وقت مع أولادنا بنهزر بس مش بنحكي بدوافع خفية إن إحنا نعدل له فكرة مش ما عندناش حاجات مخنا فأنا بقعد معي عشان أخسله مخه ولأن أنا خايف عليه لو أنا مش عامل علاقة الصداقة دي حتى الله مثلا ما يتكلم عن إبراهيم يقول نسل إبراهيم خليلي خليلي يعني صديقي وده نوع العلاقة اللي ربنا بيختار يصنعها مع أولاده الصداقة إحنا بنختار نعمل علاقة الأبوة والأمومة فقط السيطرة فقط مع إننا محتاجين عشان يبقى عندنا فواصل يبقى عندنا إحنا نبقى مش أصحابهم يعني اللي مش خايفين عن مصلحاتهم اللي هي نوع الصداقة اللي بندحك مع بعض نعمل حاجات لطيفة مع بعض لما يكون متضايق ويقول لي ما مدوش على دماغه فالصداقة دي بتديني حتة في إنه يعرف يحكيلي الصداقة دي مش سهلة على فكرة صعبة جدا صعبة جدا طب أعمل إيه عشان أبقى صديق أولادي وكأني دايما نسأل نفسي السؤال ده آه أنا فهمة المبدأ إنه عايزة بقى عندي تواصل عن طريق صداقة طب أعمل إيه الأصدقاء يعني يبقوا متاحين لبعض متواجدين يعني أنا عملت وعملتها ومش بتابع أنا مش موجود أنا مش متاح طول الوقت اللي لقيني فإيه نوع الصداقة اللي هتطلع لو أنا مش لقيك طول الوقت حتة تانية إنه اللي أنا قلتها إنه دايما عندي هدف خفي وراء الحديث ما عنديش عايزة حكي معي عايزة نحكي في أي حاجات مع بعض أنا وبنتي أنا وأبني واحدة من حاجات كمان إنه إحنا بنحسسهم أنت تحكيلي لكن أنا ما حكيلكش أنا كم مرة عادت وخدت رأي ولادي في حاجات خاصة بي حاجات مشاكل يعني مش بدخلهم بقى في مشاكل أعولهم الهم لكن عندي مثلا حاجة ومش عارف أفكر فيها ممكن أغد رأيهم قد إيه بأغد رأيهم في رحلة في فسحة في خروجة نعمل إيه طب إيه رأيكم في إيه مش بشاركهم بضعفاتي ولا فأنا بعيد عنهم أنا في حتة تانية حاجة حاجة من الحاجات كمان اللي بتعمل صداقة أني يبقى عندنا اهتمامات مشتركة يعني أنت قصدك أشاركهم بضعفاتي برضو ولا ما شاركهمش بضعفاتي حاجات اللي أنا ضعيفة أنا مثلا تعبانة ومجهدة من الشغل أنا مش قادرة أنا تنرفزت عشان أنا تعبانة حاجة من الحاجات كمان اهتمامات المشتركة اللي بيننا إيه هم ليهم علامهم والولاد ليهم علامهم واهتماماتهم لأن احنا ما نعرفش عنها حاجة قدينا باهتم أتعلم حاجة عشان ولادي باهتم يعني لسه بقول أنه المباريات والكورة وده أنا ماليش فيها خالص بس باهتم أسأل وأعرف لأنه دي حاجة مهمة فلما بنقعد نحكي في ده كأننا دخلنا في حتة مشتركة فماما بتتعلم مننا ده إحنا اللي بنعلمها ورغم أن أنا ببقى مش فاهمة مرات كتير بس لازم أسمع ولازم أتعلم إيه الاهتمام عشان كده بنقول التواصل أفهم هو بيفكر بيحلم بإيه عايز يعمل إيه في حياته لو بيحب يعمل حاجة أدوية أتعلم أعمل معاه أو أسأل عنها أو أعرف عنها وفي حاجات كتيرة الشباب بيجروا فيها وبيتعلموها وإحنا وراء قوي ده يحتاج مجهود مننا يبقى عندنا دواية مشتركة حاجات بنعملها مع بعض